بسم الله الرحمن الرحيم في الآية السابقة كان الحديث عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وأن الله تبارك وتعالى جعله إمامه وفي هذه الآية الله تبارك وتعالى يتحدث عن البيت الحرام الذي بناه إبراهيم صلى الله عليه حيث جعله الله تبارك وتعالى مرجعا للناس فأن الناس يحتاجون إلى القدوة والأسوة ليقتدوا به ويحتاجون إلى أماكن خاصة تربطهم بدينهم فيجتمعون فيها لتقوية العلاقة بالله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واذكر يا رسول الله إذ جعلنا البيت الحرام بمكة المكرمة يعني الكعبة مثابة للناس يعني مرجعا لهم فإن الناس يرجعون إلى هذا البيت كل عام فالبيت محل لرجوعهم للحج وأمنى يعني هذا المكان موضع أمان وملجأ ومعاد لكل الناس والحيوانات والنباتات ولا يحق لأحد إيذاء أحد في البيت وإن كان مستحقا للأذية ولا يجوز الصيد فيه ولا يجوز قلع نباته ولا يجوز القتال فيه وإن من التجأ إليه يكون عامنا فلا يجرى عليه الحد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلنا اتخذوا أيها المسلمون الحجاج من مقام إبراهيم مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يضعه إبراهيم عليه السلام تحت رجله لبناء أعالي الكعبة الذي هو الآن بالقرب من الكعبة المشرفة واتخذوا من مقام إبراهيم يعني حول مقام إبراهيم مصلى أي محلا للصلاة صلوا حوله فإنه تجب الصلاة للطواف حول مقام إبراهيم في الحج وهذه الآية الكريمة تدحض الشبهات الواهية حيث يعتقد البعض بأن آثار الصالحين فيها شرك وإبعاد للناس عن الله تبارك وتعالى وبهذا الزعم الواهي أزال الكثير من آثار الرسول صلى الله عليه وآله لكن الواقع أن آثار الصالحين تقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى وتذكرهم بتضحيات أولئك في سبيل الله فالصلاة خلف حجر فيه أثر الرجل النبي إبراهيم عليه السلام ليس من الشرك بل من التوحيد وحينما جاء إبراهيم صلوات الله عليه ليزور إسماعيل بعد ذلك الفراق الطويل فلم يرى إسماعيل حيث كان ذاهبا إلى الصيد فوضع قدمه على الحجر فبقي أثر قدمه عليه ولما رجع إسماعيل يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه فأكب إسماعيل على المقام يبكي ويقبله فإذا كان أثر رجل إبراهيم عليه السلام له هذه المكانة وهذه القداسة ولذا الله تبارك وتعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن آثار الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته أهم وأقدس وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطحر بيتي عهدنا يعني أمرنا العهد هنا بمعنى الآمر أي أمرنا إبراهيم وإسماعيل الأب والإبن عليهم السلام أنطحر بيتي التطهير المعنوي بمنع الشركة عن هذا البيت وعدم السماح لنصب الأصنام فيه والتطهير الظاهري بمعنى النظافة من الأقدار والأوساخ أنطحر بيتي للطائفين الذين يطوفون ويدورون حول الكعبة وأضاف البيت إلى نفسه تشريفا أي المكان الذي شرفه الله تبارك وتعالى بانتسابه إليه والعاكفين الذين يعتكفون في المسد الحرام الاعتكاف عبادة وله مسائل وأحكام مذكورة في كتب الفقه اللي يحب يطلع على تفصيل المسائل يراجع موسوعة الفقه للسيد الوالد رحمة الله عليه المجلد 77 صفحة 151 في أحكام الاعتكاف والركع السجود الركع جمع راكع السجود جمع ساجد يعني المصلين فيا إبراهيم ويا إسماعيل طهر بيتي طهارة معنوية وطهارة ظاهرية للذين يطوفون وللذين يعتكفون وللذين يصلون وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في هذه الآية يعني نحيا عنه المشركين وقال عليه السلام لما بنى إبراهيم البيت وحج الناس إليه شكت الكعبة إلى الله تبارك وتعالى ما تلقاه من عيد المشركين وأنفاسهم فأوحى الله إليها قري كعبتي فأني أبعث في آخر الزمان قوما يتنظفون بقضبان الشجر ويتخللون وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين